على طريقة وكيفية الغاء تفعيل ملء الشاشة في عرض تقسيم شاشة نقوم بالضغط هنا على ضبط اليدادات. وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا الميزة المتقدمة. من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على المختبرات. بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ملء الشاشة في عرض تقسيم الشاشة. من ثم نقوم بالضغط هنا. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء فيلم الشاشة في عرض تقسيم الشاشة. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على الزل لايك. والاشتراك في القناة. ونراكم في فيديوهات القادمة. إن شاء الله.